بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرياضة المالية الوحدة التاسعة القيمة الحالية المحاضرة الثانية في القيمة الحالية سبق وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن القانون العام للقيمة الحالية لمبلغ بفائدة مركبة بينا أن القيمة الحالية هي PV وتساوي FV في 1 زائد R للقوة ناقص N وأخذنا مثال بينا أن المقدار 1 زائد R للقوة ناقص N هو قيمة جدولية تمام في جدول القيمة الحالية لريال في جدول القيمة الحالية لريال واحد وهذه القيمة هي مقلوب القيمة الجدولية في جدول جملة ريال واحد عرضنا جدول القيمة الحالية وأخذنا مثال على استخدام الجدول اليوم اليوم من تابع مثال آخر اللي هو المثال رقم 22 خصم شخص كومبيالة قيمتها الإسمية 10 ألاف ريال إذن القيمة الإسمية أو القيمة المستقبلية تساوي 10 ألاف ريال تستحق بعد فترة معينة وهذه الفترة غير معلومة تم الخصم بمعدل مركب 8% سنويا إذن R تساوي 8% سنويا تمام تركب كل ثلاثة أشهر إذن تركيب الفائدة لكل ثلاثة أشهر يعني بمعنى آخر عدد الدورات في السنة يساوي 12 على 3 ويساوي 4 دورات في السنة إذن الفائدة اللي معدلها 8% سنويا في الدورة الواحدة تعادل 8% على 4 دورات في السنة ويساوي 2% دوريا 2% دوريا تمام إذن المعدل الذي سيستخدم في حل هذه المسألة هو 2% دوريا فحصل على قيمة حالية إذن أعطاني القيمة الحالية PV تساوي 8600 ريال المطلوب احسب زمن استحقاق الكومبيالة طبعا زمن استحقاق الكومبيالة سيتم احتسابه بالدورات والدورة اللي أنا حسبتها مدتها ثلاث شهور أربع مرات في السنة يعني ربع سنة الدورات ربع سنة يعني الدورة هتكون عندي ربع سنة طبعا طبعا وف ور وهون عدد الدورات في السنة مثل ما بينا قبل قليل أربع دورات في السنة معدل الفائد الدوري 2% لكل ثلاثة أشهر نتابع الحل نعوض القيمة حسب قانون القيمة الحالية بفائدة مركبة PV تساوي FV في 1 زائد R للقوة ناقص N إذن نتابع منعوض PV معطا وهي 8600 FV معطا أيضا وهي 10,000 1 زائد 2 بالمية للقوة ناقص N N طبعا قيمة مجهولة إذا قسمنا الطرفين معادلة على 10,000 تبقى عندي 1 زائد 2% للقوة ناقص N قيمة أصبحت محسوبة لدي فاصلة 8,6 فاصلة 8,6 تساوي مقدار هذا المقدار هو عبارة عن قيمة جدولية في جدول القيمة القيمة الحالية لريال واحد اللي سبق وتعرفنا عليه قبل قليل طبعا هذه القيمة الجدولية أحد معالمها اللي هو معدل الفائدة 2% معلوم لكن المعلم الآخر N اللي هو مجهول القيمة نفسها معلومة يعني القيمة نفسها تساوي فاصلة 8,6 ونعلم أنها تقع تحت كم تحت 2% لاحظ أن القيمة 1 زائد 2% تساوي فاصلة 8,6 هذا المقدار هذا المقدار هو قيمة جدولية مدرجة في جدول القيمة الحالية لريال واحد يستحق بعد N من الزمن إذا خصم بمعدل طبعا R 2% يمكن البحث عن هذا المقدار في الجدول المذكور تحت 2% يمكن البحث عن هذا المقدار اللي هو كم فاصلة 8,6 في الجدول المذكور اللي هو جدول القيمة الحالية لريال تحت معدل فائدة 2% دوريا وطبعا بالرجوع لهذا الجدول نلاحظ عدم موجود القيمة 0.86 تماما في عمود 2% ولكن هناك قيمة أكبر منها تقع مقابل 8 دورات وقيمة أصغر منها تقع مقابل 9 دورات يعني إذا مثلنا بالرسم أو إذا رسمنا الجدول هاي R وهي N فجينا تحت 2% طبعا احنا نريد معرفة N اللي مقابلها 0 8 6 ما حصلنا 0 8 6 عشان نناظر في العمود الأول مقابل أي زمن تقع 0 8 6 ما وجدنا بالضبط 0 8 6 ولكن وجدنا قيمة أعلى منها وقيمة أقل منها مقابل 8 دورات ومقابل 9 دورات مقابل 8 دورات وجدنا القيمة 0 8 0 8 7 0 5 6 مقابل 8 دورات مقابل 9 دورات وجدنا 0 8 5 8 5 3 4 9 الآن اتحدد عندي مدى لأن إن لابد أن تكون بين 8 دورات و9 دورات لا يمكن أن تكون أقل من 8 دورات إن المطلوبة لا يمكن أن تكون أقل من 8 دورات ولا تزيد عن 9 دورات طبعا هون نلجأ لتحديد إن لطريقة النسبة والتناسب والقانون اللي سبق وطبقناه في حال النسبة والتناسب لإيجاد معدل الفائدة يمكن تطبيقه لإيجاد الزمن أيضا فالقانون هو الفرق الكبير في الزمن مقسوما على الفرق الكبير في القيم الجدولية يساوي الفرق الصغير في الزمن على الفرق الصغير المناظر في القيم الجدولية إيش الفرق الكبير والفرق الصغير مرة أخرى أبعد قيمتين عن بعض هم الثمانية والتسعة وأبعد قيمتين جدوليتين عن بعض اللي هم فاصلة ثمانية سبعة صفر خمسة ستة والقيمة فاصلة ثمانية خمسة ثلاثة أربعة تسعة هذول فرقين كبيرين الفرق الكبير يعني بمعنى آخر الفرق الكبير في الزمن هو عبارة عن تسعة ناقص ثمانية الفرق الكبير المناظر في القيم الجدولية هو الفرق بين زيرو دوت ثمانية خمسة ثلاثة أربعة تسعة مطروحا منها إيش؟ المناظرة للثمانية اللي هي زيرو دوت ثمانية سبعة زيرو فايف سكس إذن هذا الفرق الكبير في الزمن يناظر فرق كبير في القيم الجدولية الفرق الصغير لنا أن نختار إما ن ناقص ثمانية وإما تسعة ناقص ن على أن نأخذ القيم المناظرة القيم الجدولية المناظرة يعني إذا جينا قلنا أن الفرق الصغير هو ن ناقص ثمانية الفرق الصغير المناظر هيكون عندي 0.86 ناقص 0.87056 فهذا الفرق الصغير المناظر في القيم الجدولية وحين إذن هذا هو الكلام اللي بيناه قبل قليل تمام N هذا الفرق الصغير هذا الفرق الكبير هذا الفرق الكبير في الزمن هذا الفرق الكبير المناظر في القيم الجدولية وهو فرق كبير في القيم الجدولية هذا الفرق الصغير في الزمن وهذا الفرق المناظر له معادلة بمجهول واحد بالضرب التبادلي نحصل على N ناقص ثمانية ضرب مقام الجهة المقابلة 9 ناقص 8 هذا بسط مضرب في مقام الجهة المقابلة ومنه نستطيع معرفة أن N ناقص 8 تساوي فاصلة 6 7 4 إذن N تساوي بالدورات 8 فاصلة 6 7 4 طبعا إذا حولناها بالسنوات كل أربع دورات بيعطوا سنة يعني 8.674 اقسمها على أربع دورات تمام كم أربع دورات فيها بيعطوك 2.16 بالمئة سنة تمام طبعا لاحظ أنه 8 دورات فاصلة 6 تقع بين التسعة والثمانية سنة من المواد من المواد من المواد تقعيش من المواد التسعة والثمانية